موسيقى أسعد الأوقاتكم أعزائي المشاهدين موسم المرزم آخر مواسم الصيف وأشهدها حرارة أجواء حارة متوقعة خلال أيام القادمة تصل فيها العظمى إلى الخمسين والواحد وخمسين درجة مئوية مع رياح شمالية غربية من المتوقع نشاطها خلال أيام القادمة وفرص لغبار مثار خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوف أن تعرف على أجوان أكثر حاليا سما صافية وهوى شمالي غربي خفيف لمعتدل السرع حاليا سرعة الرياح ثمانية كيلومتر في الساعة أجواء حارة درجة الحرارة حاليا واحد واربعين درجة مئوية ورطوب النسبة 11 بالمئة ورؤية الأفقية ممتازة في مدينة الكويت حول 12 كيلومتر حتى نهاية اليوم رح تستمر ويانا الرياح خفيفة إلى معتدلة كحد أقصى في سرعتها 32 كيلومتر في الساعة أما درجات الحرارة للساعة 12 تتراوح ما بين 29 إلى 32 وال34 درجة مئوية في أغلب المناطق والليلة البحر خفيفة لمعتدل الموج وأيضا يوم الغد الرياح رح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه العام وأيضا رح يكون البحر خفيفة لمعتدل الموج سرعة الرياح رح تكون خلال النهار من 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة وخلال المساء أيضا رح تكون خفيفة إلى معتدلة من 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة أجواء حارة درجات الحرارة تتراوح ما بين 47 إلى 49 درجة مئوية في أغلب المناطق وقد تصل 50 درجة مئوية في بعض المناطق خاصة المناطق الصحراوية درجات الحرارة في السواحل والجزر تتراوح ما بين الـ 41 إلى الـ 44 درجة مئوية دائما أقل درجات الحرارة تكون في سواحلنا الجنوبية والجزر الجنوبية البحر خفيفة لمعتدل الموج خلال النهار وأيضا خلال مساء ارتفاع الأمواج خلال النهار من 1 إلى 5 قدم والفترة هذه من فترات الحمل خلال المساء تتراجع الأمواج أكثر وتكون من 1 إلى 3 و 1 إلى 4 قدم المد الأول بإذن الله الساعة 57 دقيقة صباحا والمدة الثاني الساعة 11 و 32 دقيقة مساءا والجزر الأول الساعة 2 و 9 دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة 24 دقيقة مساءا المواقيت بإذن الله أذان الفير الساعة 33 والشروق الساعة 7 دقيقة والمغرب الساعة 6 و 42 دقيقة أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة أجواء حارة ومتوقع أن تصل العظمة خلال الأيام القادمة إلى الـ 51 درجة مئوية وهو شمالي غربي خفيفي لمعتدل ينشط على فترات فرص لغبار مثار خلال الأيام القادمة خاصة في يوم الثلاثة المناطق الصحراوية والمكشوفة وقد تتأثر بعض المناطق السكنية بنشاط الرياح والغبار المثار خلال المساء الأجواء الحارة أيضا مستمر رويانا الصغرة تتراوح ما بين 30 إلى 35 درجة مئوية باتشر بإذن الله 49 العظمة مع أجواء مشمسة والصغرة 30 درجة مئوية وهو خفيفي لمعتدل خلال النهار وأيضا خلال المساء سرعة الرياح من 10 إلى 35 كم في الساعة تتراجع أكثر خلال المساء لكن ابتداء من يوم إلى 2 راح ينشط الهواء أكثر ويكون من 12 إلى 40 كم في الساعة غبار مثار على المناطق الصحراوية والمكشوفة أيضا البحر راح يكون خفيفي لمعتدل يعلو أحيانا العظمة 49 والصغرة 31 درجة مئوية ترتفع الحرارة أكثر في يوم الثلاثة تصل العظمة إلى 50 درجة مئوية مع هوا نشط وغبار مثار خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة وارتفاع في الأمواج سرعة الرياح تصل إلى 55 كم في الساعة معتدلة إلى النشطة من 15 إلى 55 والصغرة 35 درجة مئوية الأجواء الحارة تستمر ويانا حتى يوم الأربعة 51 العظمة أيضا والصغرة 35 درجة مئوية والهواء الشمال الغربي مستمر من 10 إلى 45 كم في الساعة حول هذه المعدلات أيضا في يوم الخميس وأجواء شبيهة بيوم الأربعة 51 العظمة والصغرة 34 درجة مئوية أعزائي المشاهدين الأجواء الحارة مستمر ويانا وأجواء حارة خاصة خلال فترة الظهيرة تجنبوا أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة زوايا سقوط أشعة الشمس لا تزال مرتفعة نسبيا هذا آخر مواسم الصيف وأشهدها حرارة نشرتنا الجوية تنتهي والآن نعود للطرف الآخر من الاستيديو لاستكمال النشرة ترجمة نانسي قنقر